اكثر من سبع سنوات مرت على انتهاء معارك الموصل التي عاش سكانها جميع تفاصيلها ومآسيها ليصدموا بواقع مأساوي جديد عنوانه عسكرة المدينة التي باتت بؤرة لنشاطات الميليشيات العسكرية والاقتصادية مع تزايد شكاوى سكان الموصل وتصاعد المخاوف من استمرار عمليات الابتزاز المالي والانتهاكات والاستفزاز طفت على السطح مطالبات عريدة باخراج الميليشيات من المدينة اخرها صدر من محافظ نينوى عبد القادر الدخيل الذي دع السوداني الى نقل مقرات الميليشيات والجيش الى خارج المدينة في ذات الاتجاه يذهب النائب عن نينوى مزاحم الخياط الذي حذر من تبعات انتشار المظاهر المسلحة داخل المدينة في الوقت الذي يؤكد فيه مجلس محافظة نينوى على لسان العضو فيه احمد العبدربو ان بقاء المقرات العسكرية دليل على استمرار الانهيار الامنية رغم الوعود الحكومية باغلاقها من جهته نوه مركز رصد للدراسات الى ان عملية نقل المقرات العسكرية في حال استجابة حكومة بغداد لهذا الطلب وهو امر مستبعد ستشمل المقرات العسكرية الرسمية فقط بدون مقرات الميليشيات الموجودة في المدينة مع انتشار عناصر ميليشيات عديدة ابرزها ميليشيا العصائب وسيد الشهداء وحزب الله والنجباء وبدر والشبك وبابليون ومع تعظم تدهور الاوضاع الامنية والاقتصادية وتحويل بعض المقاصد السياحية في المدينة الى مناطق عسكرية مغلقة يؤكد خبراء سياسيون ان الامل بانهاء عسكرة المدينة يبدو بعيد المنال لا سيما ان هذه الميليشيات تستخدم محافظة نينوى المحاذية لسوريا منطلقا لأعمالها وانشطتها العسكرية ضد الجهات المعارضة للنفوذ الايراني ترجمة نانسي قنقر